هذا الاقبال الكبير على الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2022 يعكس وعي المواطنين بدور الاستحقاق الانتخابي في استمرار عملية التطور الديمقراطي في مملكة البحرين بما يعود بالنفع على المواطنين خمسة أيام جاءت كافية لتفصح عن حقيقة رقم قياسي تجاوز إحصائية المترشحين في جميع الدورات الانتخابية الخمس الماضية فترة الترشح التي امتدت من الخامس وحتى التاسع من هذا الشهر كانت كفيلة بوصول عدد المترشحين للانتخابات المقبلة بين رجل وامرأة إلى خمسمائة وواحد وستين طلب ترشح وبعدما علت الأرقام سقف التوقعات وبلغت المنافسة شدتها بين قوائم المترشحين لخوض غمار الدورة السادسة للانتخابات المقبلة أعلنت هيئة التشريع والرأي القانوني أن قوائم المترشحين ستفصح عن نفسها وسيتم عرضها في اللجان الإشرافية حسب كل محافظة ولمدة ثلاثة أيام متتالية مع فتح باب تقديم طلبات الاعتراض بشأنها وكذلك الطعن على قرارات اللجان الإشرافية بشأن هذه الطلبات أمام المحكمة المختصة هذه المعطيات التي ستؤطر ملامح المشهد الانتخابي المقبل جاءت مغايرة ومبشرة بعدما أظهرت نوعية الإقبال الواسع على عملية الترشح في جميع المحافظات الأربع وهو ما يدلل على طبيعة وعي المواطنين واهتمامهم الوطني بالاستحقاق الانتخابي ودوره في عملية التطور الديمقراطي وإسهامه الفعال في البناء على ما تحققها عبر مؤسسات دستورية متطورة تعي حجم الدور الذي تؤديه السلطة التشريعية في معادلة العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الثقافي